منذ اليوم الأول للمواجهة استخدمت إسرائيل قوتها الجوية والصاروخية في هجومها على القطاع مما أوقع خسائر فادحة في البنية التحتية المنزل أو البرج السكني الذي يهدم يؤثر أيضاً في الأبنية والمنازل المجاورة له مما يجعلها في كثير من الأحيان غير صالحة للسكن سجلت الكاميرات أماكن واسعة في القطاع مهدمة بالكامل المكتب الإعلامي في غزة قال إن خمسة آلاف وخمسمائة مبنى سكني هدم كلياً في غزة الوحدات السكنية التي دمرت تماماً قاربت ثلاثة عشر ألف وحدة سكنية عدد الوحدات السكنية التي أصبحت غير صالحة للسكن فاقت تسعة آلاف وحدة سكنية الوحدات السكنية التي أصيبت بأضرار متوسطة أو طفيفة فاقت مائة وواحدة وعشرين ألف وحدة سكنية الغارات أدت إلى محوي أحياء كاملة في غزة منها مثلاً منطقة أبراج مدينة الزهراء الهادئة والبعيدة عادة عن أي مواجهات هذه الأبراج بنيت في أعقاب اتفاقية أوسلو بداية تسعينات القرن الماضي وتحولت إلى ركام الآن المدارس لم تنجو أيضاً من آثار الحرب مكتب الإعلام الحكومي في غزة قال إن مائة وستين مدرسة تعرضت لأضرار متنوعة فضلاً عن تسعة عشرة مدرسة خرجت تماماً عن الخدمة حتى أبنية العبادة لم تسلم منها مثلاً كنيسة الروم الأرثودوكس فيما أدت الغارات أيضاً إلى تدمير عدد من المساجد أعداد الخسائر في الأبنية ما يزال في زيادة مع كل دقيقة يستمر فيها تصعيد في القطاع وتقول مصادر إن الأبنية التي هدمت وتضررت حتى الآن تشكل ثلث مباني القطاع